يا كبتر عبد الحكيم أحد الأسرار في عملية الاستحواذ هي اللعب بين الخطوط الفرق التي تتلعب بين الخطوط مع الاستحواذ تتعب أي منافس لا يوجد شك تبدأ للتنظيم الدفاعي الذي قدامك مثل ما رأينا مبارات الهلال والطايا في المثال كانت مباراة أغلب الوقت كان هناك تكتل دفاعي بالنسبة للطايا فمهما كان الاستحواذ في ثلاثين الملعب بشكل مفتوح إذا أنت لا تصل وتخلق فرص يصبح صعوبة في التسجيل مثل ما تفضل كبتر عبد الرزاق ولكنني أخترف في جزئية لأن الفوارق ممكن تكون الآن أقل بين الفرق بالعموم إلا طبعا الفرق التي تكون صاعدة حديثا وتحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى عناصر ولكن بالمجمل يجب أن يكون تكافأ بحكم أن اللاعبين الأجانب يعدلوا الكفة بين الفرق أنا لا أرى فريق فارق كثير إلا يمكن فريق أو فريقين لكن بقية الفرق أجدهم موجودين في تقارب في المستوى فالاستحواذ الاستحواذ اللي يكون سلبي بدون ما أن تصل إلى الثلثة الأخيرة وتهدد المرمى بأي شكل أعتقد أنها استحواذ سلبي ترجمة نانسي قنقر